مرحبا سنعرض عليكم اليوم أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه تابعوا معنا ما هي فترة حضانة فيروس كورونا؟ 4 أيام فقط ولكنها قد تتراوح بين يومين أو 14 يوم من تاريخ مخالطة المصاب وهي ما يطلق عليها فترة العزل ما هي الفئات العمرية المعرضة للإصابة؟ الأطفال والشباب أقل عرضة لحدوث أي مضاعفات بينما كبار السم والمدخنون وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يتناولون أدوية تطبيط المناعة هم الأكثر عرضة هل غسيل الأيدي يقضي على فيروس كورونا؟ نعم غسيل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات يوميا لفترة لا تقل عن 20 ثانية يقلل من فرص الإصابة بالإضافة لاستخدام مطهر الأيدي ما هي النصائح لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا؟ عدم لمس الفم والأنف والعين بدون غسيل الأيدي جيدا الامتناء عن السلام بالأيدي والقبلات الابتعاد مترا على الأقل ممن يعطس وإلقاء المنذيل في القمامة لا تغادر منزلك إن كنت مريضا الاهتمام بدون طيف الأسطح في أي درجة حرارة يعيش غيروس كورونا؟ في البرد يعيش حتى 60 درجة مئوية تحت الصفر وفي الصيف يموت عند درجة حرارة 30 درجة مئوية اشتركوا في القناة